والمفاجأة كمان ان النسب الجرائم بشكل عام لحد شهر نوفمبر وما بعد كده كمان لحد اخر السنة قلت بنسبة تتراوح ما بين اه ستين في المية وخمسة وستين في المية بالمقارنة مع السنين اللي فاتت بالنسبة ليه استجلات الامنية. تمام. وده طبعا كانت مفاجأة كبيرة جدا. ده غير انه كمان حصل حاجات كتير جدا غريبة يعني طبيعي ان احنا بنتعامل مع الشخص اللي بيرتكب جريمة ده انه بلا مشاعر بلا انسانية بلا وطنية بلا اي حاجة. وده حقيقة. ولكن حضرتك نتفاجئ انه عدد كبير جدا من المجرمين وعدد كبير جدا من المطاريد اللي هما في الجبل اللي هما مفروض دول يعني اكثر اجراما يعني كانوا عرضوا ان هما يتطوعوا علشان المقاومة الشعبية وعلشان يحافظوا على ارضهم. اللحظة دي مفيش حد افكر في الجريمة. يعني عدد الجرائم بنسب كبيرة جدا كلها قلت. وتكاد تكون فترة حرب اكتوبر دي فعلا مش موجودة. يعني ما حصلش ولا جريمة خالص تم تسجيلها في السجلات الامنية. طب كان حديك تفتكر اي نوع الجرائم اللي كانت منتشرة وقتها وتم رصدها? يعني جرائم ده مش وقتها ده بعدها بكتير جدا. يعني بعد بعد الحرب فترة طويلة قوي. كانت كلها عبارة عن سرقات بسيطة اللي هي بتتسمى ناشلة يعني حاجات سرقة بسيطة. احنا فعلا شوفنا ده ان الجريمة الجنائية الكبيرة لا لا ما كانتش موجودة بالحجم اللي كان موجود قبل حرب تلاتة وسبعين والفترة طويلة بعد كده. يعني النسب كلها قلت. اه حضرتك كان في حاجة غريبة جدا بتحصل. ودي مكتوبة في آآ سجلات التاريخ اللي ليه علاقة بالوضع او الحالة الامنية. نعم. في الوقت ده. ان اصحاب المحلات وحتى اللي فارش فارشة كده في الشارع بيبيع. وقت ما كان بيبقى فيه انزار او عشان فيه غارة او يعني اللي هو صفرات الانزارية. ايو اجواء الحرب عموما اه. اجواء الحرب. الناس كانت بتجري عشان تستخبه وبتسيب المحلات مفتوحة وكل حاجة. صح. لم يتم تسجيل اي حالة سرقة او اي حالة آآ حاجة حصلت في اي محل من المحلات دي لانه الشعب ساعتها بكل اطياف وبكل الاعمار السنية كله كان ملفوف حوالين حاجة واحدة هو انه يعني فرحان بالانتصار عايز الانتصار يخلص ويستمر ونسترد الارض. وانه كله عارف وكله مدرك حجم المسئولية الكبيرة. يعني حجم المسئولية الكبيرة اللي وقع علينا يعني. انه انت لازم تكون قد المسئولية دي لان انت عارف ان اخواتك وقريبك وولادك بيحاربوا دلوقتي. فمفيش حد خالص. فيه بيت في مصر. عكس كده.